أحد الطلبة أذكره مرة ونحن في الفصل ونحن نتحدث ومن بين الأمور التي ناقشناها قضية الهزيمة النفسية هذه فقال لي أحد الطلبة قال لي يا أستاذ لو بهذه العبارة قال لي لولا الدولة الفلانية يعني دولة قوية على مستوى الاقتصاد لولا الدولة الفلانية لما وجدنا الخبز لنأكلها فاستغربت إلى أي حد قد أوغلت الهزيمة النفسية في قلب هذا الشاب وإنما هو قال بصوت مرتفع ما يعني يفكر فيه عدد كبير من شبابنا على الأقل كانت له الجرأة في طرح هذه المسألة فقلت له يعني والله يا بني لو كنت أعلم أن هذه الدولة فعلا هي التي تمتلك القدرة على رزقنا لعبدتها من دون الله سبحانه وتعالى أن ما تذكره قلت له أنت ما تذكره الآن إنما هو من خصائص رب العزة والجلال يقول ربنا سبحانه وتعالى وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قال سبحانه وتعالى وهو يبين لنا إحدى الحكم الكبرى من خلق الإنسان وما خلقت الجن ولنس إلا ليعبدون طيب يا رب معاشنا يعني أكلنا شربنا كيف نفعل في هذا قال وما خلقت الجن ولنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل جلاله إذن لا يجب أن تختلط علينا الأمور فنضخم من شأن عدونا حتى نبدأ في إسباغ بعض صفات الله سبحانه وتعالى على هذه الجهة لأن هذا يعتبر من الإشكاليات العقدية التي يعاني منها يعاني منها شبابنا في زماننا هذا حتى تمكنت الهزيمة النفسية من أنفسهم فإذا أراد أحدهم أن يتحرك لدين الله أو أراد أحدهم أن يتحرك فقط لإنهاض الهمام لدين الله سبحانه وتعالى فإنك بسبب هذه الهزيمة النفسية تجده قد تملكه الخوف خوف من أن يقع في كذا وخوف أن يقع له كذا وخوف من أن يسلب منه رزقه وخوف من أن يطرد من عمله في حين أن هذه كلها إنما هي عبارة عن مجموعة من الأوهام ومجموعة من التوجسات التي لا أساس لها من الصحة ولا أرضية لها صلبة تقوم عليه ترجمة نانسي قنقر